استنفار أمني كبير في العاصمة السودانية للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى المقرات الهمة قبيل انطلاق تظاهرات مليونية محتملة ترفع شعار الخلاص من العسكر تظاهرات تأتي في إطار التصعيد الذي تقوم به قوى الحرية والتغيير لإجبار الجيش على تغيير قراراته بشأن حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ إلا أن محللين توقعوا أن تكون هذه المظاهرة بأعداد قليلة جراء استهداف المدنيين خلال المليونة السابقة التي خلفت قتل وجرح أتوقع أن تكون الأعداد أقل عن المليونية السابقة لأن الحكومة مارست قمعا شديدا خلال المليونية السابقة وكانت هناك إصابات وكانت هناك وفيات رغم إعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن مجلس سيادي وأداء أعضائه القسم لكنه لحد الآن لم يتم إختيار رئيس الوزراء بسبب الضغوط الدولية على البرهان بحسب مختصين الذين لمحوا إلى إمكانية اتجاه البلاد نحو التعقيد جراء الاحتقان السياسي الوضع معقد في السودان وهناك احتقان سياسي عبد الفتاح البرهان أعلن عن المجلس السيادي وأداء أعضاء المجلس السيادي القسم ولكنه لم يفلح حتى الآن في إختيار رئيس الوزراء ربما بسبب الضغوط الدولية ردود الأفعال الدولية تتواصل اتجاه تطورات السودان في مقدمتها الولايات المتحدة التي دخلت على خط الأزمة حيث أجرت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية موليفي لقاءات مع مسؤولين سياسيين وكذا نشطاء من المجتمع المدني لحلحلة الأزمة السودانية